السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معي على قناة اميرة وكروشي. معكم ميرفا تيقوت. ان شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض طريقة عمل الشيال الجميل ده. شكله حلو جدا وكمان مطلوب كتير. الشيال عبارة عن غرزة المروحة وبعد كده بنشتغل سطور من الكوروني. يعني تقدر تقولي كده شالين في بعض. انا هنا اشتغلت الشيل بخيط جونجور طبعا انت تقدر تعمليه بخيط سيدة او تعمليه مجموعة الوان يعني ممكن تعملي كل اه اربع سطور بلون. زي ما انت عايزة وطبعا تنسك الالوان ده حسب راحتك. انا استخدمت خيط انجورا جولد زي ما انشايفها كده. واشتغلته بابرة مقاس تلاتة الالامونيو. طبعا انت تقدر تستخدمي اي خيط برضو جنجورة وسادة وحسب ما انت عايزة اي شركة المهم تكون الفتلة رفيع او متوسطة. والفي الشيلان يفضل اكتر انها تكون رفيع. ده كده شكله عندك. كمان خمته طرية وحلوة جدا. يعني هيبقى حلو جدا في اللمس. يلا بينا نبدأ ان شاء الله في تنفيذ الشيال. وقبل ما نبدأ. لو لسه ما اشتركتيش في القناة. متنسيش تشتركي في القناة. تفعلي الجرس عشان يوصل الكلكتي. يلا نبدأ باسم الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عودة البداية بالطريقة اللي انت نتعود عليها. وهتشتغلي عشر سلسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. هتدخلي جوه اول سلسلة. وهتقفلي بمنزلكة. يعني هتدخلي كده وتعدي الخيط منها اللفتين اللي على الابرة كده بسحبه واحد. تمام? السطر الاول هترتفعي تلات سلاسل ودول بنعتبرهم عمود بلفه. وهتقفلي لفة على الابرة وهتدخلي جوه الحلقة تشتغلي تسعة عشر عمود بلفه. واحد اتنين تلاتة وتكوني واخدى الخيط تحت الشغل كده. كده اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوشا اتناشا تلاتاشا اربعتاشا خمستاشا ستة عشر سبعت عشر تمنتاشر تسعت عشر تمام ده كده هيبقى الشكل عندك احنا طبعا هنشتغل رايح جاي فانت كده ارتفعت تلت سلاسل واشتغلت تسعت عمود بلفة يعني كده يعتبر عندك عشرين عمود بلفة بعتبر ان التلت سلاسل دول عمود السطر التاني هترتفع تلت سلاسل واحنا برضو بنعتبر التلت سلاسل دول عمود وبتغضي لفة على الابرة وهنا هتسيبي اول عمود عشان ده اللي فوقي التلت سلاسل يعني بيعتبر ان انت كده كا انك اشتغلت فوق العمود عمود وهتدخلي على اول عمود هتشتغلي عليه عمود وهنا السطر كله هتشتغلي على كل عمود عمود يعني ما فيش اي زيادة. هيبقى عندك برضو تلت سلاسل ارتفاع وتسعتاشر عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود. انا هكمل على كل عمود عمود عشان ما زوتش عليك الوقت. كده انا اشتغلت على كل عمود من التسعتاشر عمود. كان عندي هنا ارتفاع تلت سلاسل بعتبرهم عمود. فانا اشتغلت على كل عمود عمود. كده انا اشتغلت تمنتاشر عمود والتلت سلاسل بتسعتاشر. فضل العمود هنشتغلوا فين؟ هنشتغلوا على تالت سلسلة هتدخل لي جوة تالت سلسلة وتشتغلي عليها العمود لو ما اشتغلتيش عليها العمود يبقى كده حينقص معيك عمود فانت لازم تشتغلي على تالت سلسلة عمود السطر التالت هترتفعي تلات سلسل بعد التلات سلسل هتعملي سلسلة يعني اول السطر اربع سلسل تلت سلاسل اجتفاع وسلسلة فرق بين العمود والعمود اللي بعضه وهنا هنشتغل على كل سلسلة على كل عمود عمود وبعضه سلسلة فانت هنا تلت سلاسل تحتهم عمود هتدخلي بقى على العمود التاني وهتشتغلي عليه عمود فكده يعتبر عندك عمود سلسلة هتشتغلي سلسلة وبعدها عمود وسلسلة وعمود على العمود اللي بعضه وهتمشي السطر كله سلسلة وعمود على العمود. هتمشي السطر كله بالطريقة دي عمود سلسلة. اخر السطر بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود وبعده سلسلة. هتشتغلي السلسلة. وهنا هتدخلي على تالت سلسلة. وما تنسهاش وتشتغلي عليها العمود. لو نستيها تبقي بتنقصي. ولو اشتغلت فوق اول عمود تبقي بتزوجي. تمام? يعني انت كده بتشغليش على اول عمود. بيعتبر التلت سلسل هما اللي فوقي. واخر حاجة بتشتغلي على تالت سلسلة. اشتغلي عليها العمود. ده كده شكل السطر التالت. السطر الرابع هنا هنبتجي هيزيد معنا. احنا هنا عندنا الدائرة اللي في النص دي هي دي اللي بتزيد معنا. فحزيد معنا في الجنب ده. فانت في اول السطر هترتفعي تلت سلسل باعتبرهم عمود. وبعدين هتعملي سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يعني انت كده اشتغلت عشر سلسل. هتغلي لفة على الابرة. نعم مش هنغلط لفة ولا حيجة. ده كده شكل السطر معيكي. شكل السطر التالت. اخر السطر بعد ما بتشتغلي سلسلة بتدخلي على تالت سلسلة من سلسل ارتفاع. وتعملي عليها عمود. وده كده شكل السطر عندك. بقى عندك تلت سلسل ارتفاع باعتبرهم عمود. يعني عندك عشرين عمود سلسلة. العمود متكرر معيك عشرين مرة. والسلسلة متكررة تسعة وشر مرة. السطر الرابع هنشتغل عشر سلسل. تلاتة منهم ارتفاع عمود. وسبعة منهم اللي هي هتعمل لنا شكل الدائرة دي عجنب ده. يعني هنبتجي هنا هيبقى في زيادة عندي. فاحنا كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة. هتشتغلي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وحتلف الشغل وحتسيبي اول سلسلة وحتدخولي على اللي بعدها هتشتغلي عليها غرزة حشو. بعدها هتشتغلي اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وحتسيبي السلسلة وحتدخولي على السلسلة اللي بعدها هتشتغلي عليها غرزة حشو. واربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وحتسيبي سلسلة وعلى بعدها هتشتغلي غرزة حشو. واربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة وحتسيبه سلسلة وعلي بعدها هتشتغلي غرزة حشم انت كده عندك السبع سلاسل اللي في الاول دول يقولنا عمود سبع سلاسل دول اللي بقولنا هيزيدوا معيكي في السطر ده وعندك الاربع سلاسل متكررين هنا في السطر الرابع تلات مرات هتشتغلي بعدهم سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع ودي هتبقى الزاوية عندك فحتسيبه سلسلة وعلي بعدها هتدخولي وهتعملي غرزة حشم وحتقرري سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع وحتسيبه سلسلة وعلي بعدها هتشتغلي حشم ده كده هيبقى الشكل عندك وانت عندك الشال مقسوم نصين الجزء الاول هو هو هيتقرر معيك في الجنب التاني فانت هنا اشتغلت عشر سلاسل وبعدين اشتغلت تلاتة من الاربع سلاسل وبين كل اربعة واربعة حشو وبعدين هنا اشتغلت اتنين من السبع سلاسل يعني ده كده النص علي بعد ما اشتغلت السبع سلاسل هتقرري الجنب ده فهتشتغلي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة سلسل، ستسيبي واحدة من السلسلة، هتتروح على بعدها تشتغي حشو. واربع سلسل التانية واحد اتنين تلاتة اربع وحتسيبي سلسلة وحتروحي على اللي بعدها تعملي حشو واحد اتنين تلاتة اربع وحتسيبي واحدة وعلى اللي بعدها هتشتغلي حشو لكده هيبقى الشكل عندك واحد اتنين تلاتة وهنا برضو واحد اتنين تلاتة تمام فانتي هنا هتعملي السبع السلاسل اللي انت عملتشون في الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة العمود هتشتغليه على تالت سلسلة هتسيبي سلسلة اتنين وهتدخلي على التالتة هتشتغلي عليها العمود يبقى انتي هنا وتسايبها سلسلة واشتغلتي على بعدها حشو وهنا هي سلسلة وعلى بعدها حشو وده هيبقى الشكل عني السطر الخامس احنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة السطر الخامس هتشتغلي تلات سلاسل ودول برضو بنعتبرهم عمود وحنلف الشغل وهنا احنا المفروض هنشتغل عشر اعمدة فانت اشتغلتي تلات سلاسل بعدها برضو معمود وهتدخلي جواها جوا السبع سلاسل تشتغلي جواهم ايه تشتغلي جواهم تسع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اشتغلنا تسعة اعمدة وبالتلات سلاسل يعني عشرة هتدخلي كده تنزلي تدخلي جوا الاربع سلاسل وتعملي جواهم غرزة حشو وبعدين هتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى اربع سلاسل اللي هتعملي غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى الاربع سلاسل اللي بعدهم هتعملي غرزة حشو انت كده نقص عندك الاربع سلاسل بعد ما كانوا في الصدر اللي تحت تلاتة من الاربع سلاسل بقى عندك واحد اتنين بقى عندك اتنين بس هتاخدي لفة على طول على الابرة وهتدخلي على طول جوا السبع السلاسل دول تشتغل جواهم. عشر اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تسعة. عشر. ده كده الشكل عندي. تمام? ده كده الجنب الاول من الشال وهو هو اللي بنقرره في الجنب التاني. هتعملي برضو عشر اعمدة. ده كده يعتبر ده الجزء ده اللي انت شايفه ده هو تكرار السطر الاول بس زاد معاكي. ما كانت عين واحدة بس بقوا اتنين زي ما انت شايفة كده. وهنا واحدة هيب. فزاد معاكي بقوا اربعة. اتنين على الجنب ده. واتنين على الجنب ده بعد ما كانت واحدة بس. هتشتغلي كام عشر اعمدة? احد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. كده بقى عندك عشرين عمود. عشرة على الفتحة الاولى وعشرة على الفتحة التاني. اللي هم السبع سلاسل. هتدخلي هنا وتعملي حشو على طول كده جوه الأربع سلاسل الاولى. وبعدين اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وعلى بعدها هتدخلي وتعملي حشو. واربع سلاسل واحد تلاتة اربعة. واعل بعدها هتعملي حشو. كده نقصه معاكي. وبقوا كام? بقوا اتنين من اللي اربعة سليسة. فانتي هنا هتدخلي على طول كده بعد. الحشوة دي بتدخلي على طول وتشتغلي كام عمود? تسعة اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. كده انتش اشتغلت تسعة اعمدة. بس احنا المفروض نشتغل عشر. العاشر بقى هتشتغلي فين? هتشتغليه جوة تالت سلسلة. تمام? كده اكمله معاكي العشر. وده كده شكل السطر الخامس معاكي. انتش كان عندك في الاول عين واحدة بس. بقى عندك واحد اتنين تلاتة اربعة. يعني زادت معاكي الشيل. السطر السادس وهو اعتبر تكراري للسطر التاني. فحترتفعي تلات سلاسل باعتبرهم عمود. وهنا عندك تسعة عمدة. هتشتغلي على كل عمود من التسعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. والتاسعة هو اللي قبل الحشوة على طول. تمام? كده بقى عندك تلات سلسل اجدفاع. وبقى عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يعني كده يعتبر عشر اعمل. انت على طول بتنزلي بعد اخر عمود وبتنزلي كده جوه السلاسل وتعملي حشو. بعد واحد اعملي اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وحتدخلي جوه الاربع سلاسل اللي بعدها. وهتعملي حشو. كده نقص عندك الاربع سلاسل كانوا تلاتة بقوا اتنين. في السطر ده بقوا واحدة بس. وهنا هتغضي بعد الحشو على طول. هتروحي على اول عمود. يعني هتسيبي الحشو ما تشتغليش عليها. هتشتغلي على العمود. عمود. وهنا هتدخلي وحتشتغلي على كل عمود من العشرين اللي واجه بعد دول. اللي اشتغلنا عشرة على العين الاولى وعشرة على العين التانية. هتشتغلي على كل عمود من العشرين عمود. تمام? فانا هنا كده اشتغلت خمس اعمدة. هكملهم 20 وارجعلك عشان مطولش عليك الفيديو. كده انا اشتغلت عشرين عمود. على كل عمود عمود. يعني بعد الحشوة على طول اشتغلت واحد اتنين تلية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنشر تلاتيشرو عبار عشر خمساستاشر ساتاشر سبعتشر تمنتاشر سentarشر عشر عشرين عامود. تمام? بعد كده هنشتغل ايه? هنروح على طول على الاربع سلاسل. وهنعمل غرزة حشو. واربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. هندخل كده جولة اربعة سريسة اللي بعدهم. هنشتغل غوزة حشو. بعد كده هتعملي ايه? هتغضي لفة الابقى وحتدخولي على العمود. وقلنا على طول بندخل على العمود بعد الحشو. هتشتغلي عمود. وهنا هتشتغلي على كل عمود عمود. كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. بعد ما اشتغلت العمود التاسع على العمود بتشتغل العمود العاشر وهو تالت سلسلة. تمام? دا كده هيبقى الشكل عندك. السطر اللي بعده. وهو السطر السابع وهو تكرار للسطر التالت. واحد اتنين تلاتة. السابع هو تكرار للسطر التالت بس مع اختلاف انه هو زاد معك. فانت هنا هتغضفعي واحد اتنين تلاتة. تلات سلاسل. وبعدهم هتعملي سلسلة. يعني هتشتغلي اربعة سلاسل. وحتلف الشغل وحتسيلي اول عمود. قلنا العمود الاول ده ما بنشتغلش عليه عشان لو اشتغلنا عليه هنزود. وما التلات سلاسل بيعطبقوا العمود اللي فوق. هتدخلي على العمود انت كده تعتبق اشتغلتش عمود سلسلة عمود. هتدخلي عليه. هتشتغلي سلسلة. وبعدين بعد العمود هتشتغلي عمود على العمود وسلسلة. عمود على العمود سلسلة. على العمود هتشتغل يا عمود وسلسلة. وسلسلة وعمود. وسلسلة. عمود سلسلة. انت هنا تخلي بالك العمود ده ما تنسوش. ده اخر عمود. تمام? هتعملي عليه سلسلة. انت كده هتعجي التلات سلاسل دول بتاع تبريهم عمود. هتقولي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. عندك عشر اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. يعني عندك ايه? عندك تسعة من السلاسل. انت هنا عندك اربع سلاسل. اربع سلاسل دول هنمشي من فوقهم كده. يعني حتى تجاهلي الحشو. حتى تجاهلي الاربع سلاسل وحتى تجاهلي اول حشو. وحتدخلي على اول عمود عندك. اول عمود اللي بعد الحشو. هتشتغلي عليه عمود. وهنا هتفضلي شغالة سلسلة وعمودة على العمود. عندك عشرين عمود هتشتغلي عليهم عمود سلسلة. يعني عندك العمود هيتكرر عشرين مرة. والسلسلة هتتكرر كام تسعتاشر مرة. ليه تسعتاشر? لان هي بعد العمود. يعني هي ما بين العمود والعمود. هتشتغلي سلسلة عمود كده. لحد ما تكمليهم عشرين عمود سلسلة. ده كده هيبقى الشكل عندك بعد ما اشتغلتي عشرين عمود سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسية عشرة تسية عشرة تلاتاشر تلاتاشر خمستاشر ستاشر سبعةشر تمنتاشر سع اتاشر عشرين عمود سلسلة تمام? هتعملي ايه بقى بعد العشين عمود سلسلة? هتقبلك على طول حشب. هيقبلك اكبع سälleسر. وهتقبلك حشب غسمههم التلاتة ما الكش داعو بيه. طيب احضي بيحها على العمود على طول الاول. هتشتغل عليه نفس الكلام عمود سلسلة عمود على اللي بعده وسلسلة عمود على اللي بعده وسلسلة. هتفضلي كده الحد ما بقى عندك عشرة عمود سلسلة. كده واحد اتنين تبقية اربعة خمسة. هتشتغل سلسلة وتشتغل السادس. وسلسلة وتشتغل السابع. وسلسلة وتشتغل التامن. سلسلة التاسع. سلسلة. وهتلاقي عندك قدمك على طول كده تالت سلسلة هترحي دخلها جواها وعمل عمود. ده كده شكل السطر السابع معين. تمام? السطر اللي جاي اللي هو السطر التامن وده تكرر للسطر الرابع. يعني تكرر للسطر اللي بدايته عشر سلسل. اللي هو بنزود فيه وبيبقى عندنا بعد ما كان عندنا فتحتين هيبقوا تلاتة من كل جاء. تمام? فانت هنا هتشتغلي واحد اتنين تلاتة. دول الدفاع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دول اللي هيعملولك الفتحة. تمام? او الدائرة او العين زي ما انت حتسميها. احنا هنا. هندخل هنسيب اول سلسلة وهندخل على اللي بعدها. هنشتغل عليها حشو. انت كده بتكرري السطر الرابع. هتشتغلي بعدهم اربع سليسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتسيبي سلسلة وهتدخلي على اللي بعدها. هتعملي رجزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتسيبي سلسلة وعلي بعدها هتشتغلي رجزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. هتسيبي سلسلة وعلي بعدها هتشتغلي رجزة حشو. انت كده بقى عندك تلاتة من الاربع سليسل. واحد اتنين تلاتة زي ما انت كان عندك تحت كده في السطر رابعة. يعني انت كده ده تكرر السطر رابعة. هتشتغلي هنا سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. والسبع سلاسل دول اللي هو ما هيزيد معيك الدايرة اللي هتبقى في النص. فانت هنا هتروح هتشتغلي ازاي? انت هنا عندك تفضل سلسلة فضلة اللي هي بين العمودين. وعندك فراغ اللي هو فوق الاربع سلاسل. وعندك سلسلة اللي بين اول عمودين. هتسيبي دي. الاول السلسلة دي والفراغ ده والسلسلة دي. هتروحي على تاني سلسلة. هتعملي عليها غرزة حشو. فبقى عندك هنا الدائرة اللي هتبقى في النص او العين اللي هتبقى في النص. بعد كده هتشتغلي التكرار ده اللي هو الاربع سليسل. هتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتسيبي سلسلة وهتدخلي في الفراغ اللي بعدها. وتشتغلي حشو. وتكربي. واحد اتنين تلاتة اربع. وهتسيبي فراغ واللي بعده حشو. واحد اتنين تلاتة اربع واللي بعده هتعملي حشو. يبقى انتي كده عندك تلاتة من الاربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة. تمام كده? هتشتغلي ايه هنا هتشتغلي سبع سلاسل. عشان الزاوية بتاعة المثلس اللي بنشتغل فيها اتنين من السبع سليسل. هتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وحتسيبي سلسلة وحتدخولي على اللي بعدها هتشتغلي غرزة حشو. ده كده هيبقى شكل النص بتاع الشي اللي عندك واللي هو بيتكرر معيك في الجزء دي. هتعملي بعدها سبع سليسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وحتسيبي سلسلة وحتدخولي وتعملي غرزة حشو. ده كده عندك اتنين من السبع سلاسل اللي هم تطوع اللي بيبقوا في النص عندك اللي بيزيد منهم الش you. هتشتغلي كم? هتشتغلي اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. حاتسيبي اول سلسلة وحتدخول في اللي بعدها بتعملي حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. دي كده تاني واحدة من الاربع سليسل. سيبي اول سلسلة وعلي بعدها حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. هتسيبي سلسلة وعلي بعدها هتعملي حشو. كده تقرر عندك الاربع سلاسل تلات مرود. واحد اتنين تلاتة. تمام? هنعمليه هنقرر اللي احنا اشتغلناه هنا لهم السبع سلاسل. هتعملي في الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام كده? كده حفظتي خلاص يعني ده الجنب التاني المفروض ان بتشتغليه لوحدك. هتسيبي اول سلسلة وحتسيبي الفراغ اللي فوق الاربع سلاسل واول سلسلة وحتروح اللي بعدها هتشتغلي حشو. وحنا كده بنكرر يعني هو نفسه بنكرر. كان في السطر اللي تحت متكرر مرة واحدة بس. يعني هنا من جنبي ده مرة هنا تكرر مرتين. اللي هما ايه? لهم تلاتة من الاربع سلاسل. فهتعملي تلاتة من الاربع سلاسل واحدين تلاتة اربعة. وحتسيبي سلسلة وحتدخولي على بعدها وتعملي حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة. وتسيبي سلسلة وعلى بعدها حشب. واحد اتنين تلاتة اربعة وتسيبي سلسلة وعلى بعدها هتعملي حشب. هنا هيتفضل لك سلسلة زي ما كان عندك برضو في اول السطر سلسلة. بس انت هنا هتشتغلي ايه? سبع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. وهتعملي عمود. يعني انت في اول السطر بعمدك عشر سلاسل وفي اخره سبع سلاسل عمود فين? فوق تالت سلسلة. ترجي كده واحد اتنين تخش في التنة. وتعملي عمود. السطر التاسع وهو تكرار للسطر الخامس. بعد اعملي ايه? تلت سلاسل ارتفاع. وهتلف في الشغل. وهتشتغلي تسعة اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اشتغلت تسعة سلاسل تسعة اعمدة. وبالتلات سلاسل يعتبر عندك عشر اعمد. هتنزلي كده على طول وتدخلي جوة الاربع سلاسل وتعملي حشو. وبعدين هتشتغلي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وحشو على الاربع سلاسل اللي بعدها. واربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وحشو على الاربع سلاسل اللي بعدها. انت كده بقى عندك اتنين بس من الاربع سلاسل. وهنا زادت معاك عينها هين. تمام? هتدخلي جوية وتشتغلي عشر اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. ده كده هيبقى الشكل عندك. عشر اعمدة. وبعدين اتنين من الاربع سلاسل بين كل واحدة وواحدة في حشو. وبعدين عشر اعمدة. هتنزلي على الاربع سلاسل. هتدخلي عليها كده. هتشتغلي ورجقة حشو. وهتقررDire الاتنين من الاربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربع. وحشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. وحشو. تمام? بعد كده هتعملي ايه? هتعندك اتنين من السبع سلاسر. واحد اتنين. هتشتغل كل جوة كل واحدة فيهم عشر اعمدة. فحيبقى عندك عشرين عمون. هتشتغل جوة اول واحدة عشر اعمدة. تمام? فانتش هتشتغل جوة اول واحدة عشر اعمدة. ونيجي عشان ما طولش عليك الفيديو. كده انتش اشتغلت عشر اعمدة جوة اول واحدة. وده عندك كده الجزء الاول من الشال وهو بتكرر هو هو في الجزء اللي جاي. عشان بعد كده لما تشتغل بقى على كبير ويكبر معيكي. تبقى عارفة ان هي هي الاولاني هو هو التكرار بتاعه في الدين. فانت هنا هتدخلي وحتعملي كام عشر اعمدة? واحد اتنين وحتقرري اللي عشر اعمدة هنا. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي بقى عندك عشرين عمود. عشرة في العين دي وعشرة في العين دي. تمام? بعد كده هتشتغلي اربع سليسر. واحد اتنين تلاتة اربعة. اسفة بعد كده هتشتغلي حشو مش اربع سليسر انا اسفة جدا. هتدخلي جوه الاربع سليسر وحتشتغلي حشو. وبعدين هتشتغلي اربع سليسر. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتدخلي جوه الاربع سليسر لبعدهم وحتشتغلي حشو. اربع سليسر. واحد اتنين تلاتة اربع. وهتدخلي جوه الاربع سليسل. هتعملي حشو فكده بقى عندك اتنين من الاربع سليسر. ما سلاسل دول اللي هنشتغل جواهم العشر اعمدة. يعني ما تتلوطيش كده هتبعرفة ان هما اتنين بس من الايه من الاربع سلاسل. هتدخل يبقى جوا السلاسل اللي هتقابلك اللي هما السبعة وحتعملي جواهم عشر اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اشتغلتي عشر اعمدة. اتنين اربعة ستة تمانية عشر. هتنزلي كده بحشو وتدخلي جوا الاربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. انا بجري معك عشان انت خلص كده احنا قررنا الحاجات اللي احنا بنعملوها دي كتير. يعني انت كده حفظ ديها. واحد اتنين تلاتة اربعة. هتدخلي جوا الاربع سلاسل. فكده بقى عندك اتنين من الاربع سلاسل. بعد ما عملتي الحشو هتدخلي على طول هنا تشتغلي. العشر اعمدة. تسعة منهم جوا السلاسل واحد على تالت سلسلة. فكده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. كده اشتغلتي تسعة. العشر هتشتغلي فين? هتعدي واحد اتنين جوا التالتة كده هتدخلي وحتعملي غرزة عمود بلف. ده كده حيبقى الشكل عندك جميل زي ما انت شايفه هون. كل ما هيكبر معاكي حيبقى شكله اكدر. السطر العشر هتدفعي تلات سلاسل. وهتلف الشغل. وهتشتغلي على كل عمود من التسعة عمود. يعني هو هو تكرار السطر الخمس. هتشتغلي على كل عمود. عمود. على كل عمود. من التسعة هتشتغلي عمود. وبالتلات سلاسل فكده بقى عندك عشر اعمل. وانت كده بتكرر السطر الخامس بس زاد معاكي. الشيل زاد معاكي. كده فضلك عمود ما تنسوهوش ده عشان بيبقى متداري. وهتشتغلي عمود. كده اشتغلنا العشر اعمدة. هتنزلي تحت كده وتدخلي. اشتغلي غرزة حشو جوه ايه? جوه الاربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتعملي غرزة حشو جوه الاربع سلاسل اللي بعدها. فكده اقل معاكي وبقى واحدة بس من الاربع سلاسل. هتخذي لفة على الابرة وهنا شايفها زادت معاكي واحدة ازاي? هتعملي على كل عمود عمود. فزادت معاكي واحدة من العين دي. خلت فوقيها بقى زايدة عندك واحدة كمان من العشر اعمدة. على كل عمود اشتغلت عليه عمود. وبرضو انت بتشتغلي بيعجي وما تنسيش اخر عمود ده عشان بيبقى مستخبي كده مش بين الزجن ده عمود ولا الزجن ده سلاسل. تمام? بعد كده هتنزلي وحتروحي جوه الاربع سلاسل وتعملي حشو. وبعدين تشتغلي اربع سلاسل. وحشو جوه الاربع سلاسل اللي بعدهم. انت كده بتقربي وحفظتي خلاص الشكل بتاعه. تمام? هتروحي على طول بقى بعد الحشو دي هتدخلي على العمود. عندك حشوة هي هتدخلي على العمود اللي بعدها. وهتشتغلي على كل عمود. من العشرين عمود عمود. كده عمود. التاني. التالت. هتلفي كده عليهم كلهم. هتشتغلي على كل عمود عمود. ده كده الشكل بعد ما اشتغلتي على كل عمود من العشرين عمود. بعد ما اشتغلتي اخر عمود من العشرين بتنزلي تحت كده وتدخلي جوه الاربع سلاسل وتعملي حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا قلت معيكي وبقت واحدة بس من الاربع سلاسل وانتي كده بتقرري جزء الاول من الشاي اللي عندي كده خلاص. هتقرري وحتلاقي مشي معيكي سريعا. هتدخلي على كل عمود من العشرة. هتشتغلي عليه عمود. على كل عمود كده. هتشتغلي عمود. على كل عمود على كل عمود عمود. حد ما يبقى عندك عشر اعمدة. هنا كده فضل عمودين. ده كده الشكل عند. بقى عندك واحدة بس من الاربع سلاسل. هتنزلي كده. وهتدخلي جوه الاربع سلاسل. هتشتغلي حشو. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة. وهتروح كده جوه الاربع سلاسل تشتغلي حشو. وبعدين على العمود على طول. بعد الحشو في عمود. اللي هم العشر اعمدة. هتدخلي على كل عمود من العشرة وهتشتغلي عليه عمود. انا بسرع معيكي عشان مطولش عليك الفيديو. وعشان انت عارفة وعارفة العمود بيتشتغليه ازاي? وعارفة كل حيجة. فيش داعي للبطء يعني انش كده كده حفظة وبتقرري معي بس كده عشان تبقيت مراجعة. تمام? ده كده هيبقى الشكل عندنا. احنا كده عندنا كم? عندنا عشر سطور. فاضلنا سطر واحد وبعده نشتغل غرزة تكرانية. احنا هنا السطرة برضو حفظينه. هو تكرار. واحنا عملناه قبل كده. هتشتغلي هنا اللي هو عمود سلسلة. هترتفعي في الاول تلات سلاسل. دور ارتفاع عمود. وبعدين بتشتغلي سلسلة. دي الفرق بين العمود والعمود. تمام? هتعملي ايه? هتاخدي لفة على الابرة. هتدخولي على تاني عمود. وهتشتغلي عليه عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود على العمود. هتكرري كده. هتنبقى عندك عشر اعمد. ده كده الشكل عندك بقى عندك عشرة عمود سلسلة. تمام? هنعمل ايه? انت عملت الحركة دي قبل كده. عملت الاول. خدت لفة على الابرة. وسبتي اول غرزة حشو. وسبتي الاربعة سلاسل. وسبتي الغرزة الحشو اللي بعدها. ودخلتي على العمود اللي هو اول عمود من العشرة. فبقى ده الشكل عندك. واشتغلت ايه? اشتغلت عمود سلسلة. واحد. عمود تاني سلسلة عمود. وفضلت يتكرري كده. لحد ما بقى عندك عشرة عمود سلسلة. فانت برضو هتكرري لحد ما بقى عندك عشرة عمود سلسلة. ده كده الشكل عندك. بقى عندك عشرة عمود سلسلة. وبعدهم لحم في اللي بعدهم على طول عشرة عمود سلسلة. تمام? برضو هيبقى عندك تالت عشرة عمود سلسلة. فهتاخدي لفة الابرة. وهتسيب الحشو والاربعة سلاسل والحشب. هتروحي على اول عمودي قابلك كده. ما رشي بقى اللون الجنجو ده اغمق معين. عملت عمود سلسلة. هتفضل يتقرر كده عمود سلسلة على العشرين عمود. تبتي عندك هنا عشر عمود وبعدهم عشر عمود. هتفضل يتقرر كده عمود سلسلة عمود سلسلة لحد الاخر. هترفي كده عليهم كلهم عمود سلسلة. ده كده الشكل لما اشتغلت عشرين عمود سلسلة. فعندك عشرين من العمود وتسعة عشر من السلسلة. تمام? بعد ما اشتغلت اخر عمود. المعلش بقى الشغل currents. بعد ما اشتغلت اخر عمود من العشرين بتسيبي الحشب وتسيبي الاربعة سلاسل وبتسيب الحشب وتروحي على اول عمود من العشرة اشتغلي عمود سلسلة عمود سلسلة على العشر. هتكملي كده لحد ما تكمليهم عشر. كاملوا معينا العشرة هم. تمام? هتعملي ايه? هتغلي لفة الابرة وهتسيلي الحشو والاربع سليسر والحشو وتروحي على اول عمود. هتشتغلي عليه عمود سلسلة. وعلي بعده عمود سلسلة. هتقرري كده برضو لحد ما يبقى عندك عشر. اخر السطر بعد ما اشتغلت اخر سلسلة هتدخلي كده وهتعملي عمود على تالت سلسلة. ده كده الشكل عندك. تمام? احنا كده اشتغلنا كم سطر? اشتغلنا حتى عشر سطر. السطور اللي جاية هتبقى بغرزة الجروني. فانا كده خلصت معاك الجزء الاول من الشال. وان شاء الله الجزء التاني اشتغل معاك غرزة الجروني. واشتغل معاك تكرار ده. ازاي هتعمليها لغرزة الجروني. ان شاء الله لحد ما نتقابل. ده يأسلكم فرعاية اللي.